السلام عليكم عليكم في الفيديو الثاني عن الإيربوتس من سلسلة دردشة عن مش اللي بتنزل أبل في 2019 تكلمنا عن الإيو اس تكلمنا عن الإيفون تكلمنا عن الإيباد برو أحين عن الإيربوتس خلص نتخش في الإيربوتس أحين اللي ما شوف المقاطعة الثاني ترى تلسلة طويلة قبل ما تخش هنا لازم ترجع تشوف بديات كلهم راح يكونون في قوائم تشغيل كلهم يكونون تحت مسمى اللي ننتظر من أبل في 2019 هذي بتشوف فيها كل الفيديوهات بعدها وصل حق هنا وكمل معانا عشان تكون بالسلسلة معانا كلهم موجودين تحت في الرابط قلت تفتحهم وتشوفهم عم بالتسلسل من الإيو اس واحد درج الإيفون آيباد برو ني واحد وبعدين عند السماعة الثاني دخلنا فيه وكمل يعني فخلو نكمل إحنا يا الله نبدأ كبداية لو بنتكلم هذا الجيل الأول هذا الجيل الثاني تغييرات شكل ما في تغيير الشكل فقط في الخلف الويرلس شارجين اللي حط فيها كيف تكلم عن الهنج؟ ما ما تغيره اللون يعني بس أنا بيتكلم كمواصبات داخلية صوت تغير الصوت أبو تقولك إذا شاريتها جديدة ما راح تحس إذا كنت استخدمها غديم ما راح تحس لكن إذا فتحت الثنتين حطيت واحدة غديمة واحدة جديدة تحس في الفرق تحطي الثنتين مع بعض وشغلت لفس الصوت بس في فرق تغير المعالجة ولا وضوح الصوت مغاوة الصوت قوة الصوت ما هي شغل أنا من الـ H1 أهم شي تتغير أهم شي نفيب المبه ذات المبه الخارجية لانها بالويرلس هذا من التغير لا أقدر أشتري جيل ثاني هذا من الفروقات أقدر أشتري جيل ثاني للمبه داخلية ما فارق فهذه اللمبه موجودة الفارق الوحيد في النسخة الثانية تقدر تاخدها بالويرلس تقدر تاخدها بدن ويرلس شارج دأستrukات نقطة فقط بـ لكن يمكنك بالـ ويؤدي عليك اشتريه هكذا من اليوم بلا بالأمريكا لا وأنำريكا المتاكد منه امريكا وكندا واذا اكتب عليها اسمك مجانا أسرق هنا تطلب الى الاستاكام النسخة الجديدة يمكن الناس الذين يتظيرون فيها ي Gurru أول شي batch بتقول آيفون الجديد نقطة دو نسخة القديمة إنه الآيفون الجديد مدنا بتحمي ولا بسنا لا هو الآيفون الجديد مربهين بالضبط إنك تحطها للآيفون تشحن بس لكن هل هي قديمة لا توقع أنا إنه نفس الآيفون ما توقع يخلون حب تشغلها أو إنه يقدر يخلين نفس الهو ستن أو هواويز تشغلها وشحنها بأي شيء لا توقع لو إذا حطيتها هم يتعرفوها مع بعض وشحنون عشان ما يخلونك تمشي وشحن شغلات هذه حركة صح لكن وبصير بعد هذا من حركات أبل تخلي كل شي ثالث وبدو الحبات وبدو حاجة حول تشغل تشغل طبعا هذا الماعة متكلم عن كل شيء من المغالك من ويرلس وبرضو تقدر تقول لها مرحبا سيري مشغلات الجزبين كلها أو هيسي أنا قلت بل عربي مشغلات الجزبين كلها شيف هذا عندك لا ما كلها مشغلين شيف ربنا عليك كلها بالغرفة أما الجريدة قولت قبل ما بتحطبها عزل بس عزل ببلاستيك حسبتها العزل ايه؟ عازل شنه؟ باسف يعني بس اللهم ان تسد الاذن ايه؟ عازل الاذن؟ سد الاذن ولا عزل الصوت ان تاخذ الويبس حق الصوت وطلح زن في اذنك كشان تسوي تكانسل الصوت؟ المهم انها عازل باي طريقة باي تكنولوجيا هي عازل العازل في نوعين عازل بس أنا ما عازل يسد وفي العازل اللي إلكتروني ايه أنا بيعازل بس انها بتحط فيها عازل بس كيف ما نتعي في اشعاطنا بيحطون فيها عازل انا اتمنى لازم يغيرون الراس ايه؟ اهي شكل جديد ايه النسخة قال ايربوتس 2 هي راح تسوم لان دي ما سموها ايربوتس 2 هاد الاربوتس هاد الاربوتس 2nd generation ما سموها ايربوتس 2 ام فالاربوتس اللي بتنزل احين بشكل جديد بيختلف ففي اشياء بيسوونها بشكل جديد يمكن ينكبرونه يمكن يحطون الالوان جديد يمكن يحطون الوان الاسود برضو طرعا الوان مالها داعي بطاري كبير ما يحتاج يعني احطت كبير بطاري يحطوا 5.2 الرينجر راح يكون على الاستجابة طبعا استجابة سريعة في ذي يعني مثلا باتر لايف تتحسد خلص المعروفة هي البليتوث كل من يزيد راقم يعني انا مثلا احي نشوف ما بمشبوكة ما يبديني افتحها سوي زي كده طلعها حطها بدني شبوكة قديما لا كلمك السرعة ما بيهي سرعون زيادة خلص ما في اكثر من كمان كمان جزئين من الثاني ثلاثة جدار من الثاني ما ينديك تفتحها تحطها ضدنك يعني المصافة دي كلها اللي سويت تنت يقدرنها شو طلع تنين شبوكة تخلص ما بيهيزيدون للشيك ابي شي جريد سوون فيها المايك كويس مادري هالي فيه تقنية حين العزل المايك كن يسوونه مثل ما سويت اللي هي دول مايك هم يسوون حركة عن الهاوى برضو في الشارع صوت الهاوى مادريش بيسوون فيها طبعا لازم تاخدون بالعبرة انه لير وكل شي لازم يحطونه صغير فاهم بس لازم فيه تطور لازم فيه اشياء جديدة قدام تسويه لكن شن هم ما تريه فيه موظفين جاي سنشتغلونه حين على اشياء جديدة شن هم ما ادريه فيه اشوعة اللي هي حساسة القالب ادي زين حق بعد رياضة وغيرها عم يبقى ودي مكن يسير فيه لامس تطول الصوت القاصره بدلا ما تقول حق سيري تطول الصوت القصري جوارك تضربه وتنسكه ان تسويه ان تقدر تخجر على الجرات وتسوي الحق اليمين مثلا ضربه مرتين يوقف الصوت ضربه مرتين يشكل سيري ضربه مرتين تسوي اي شي بس لازم تختار شيء واحد اين طب كيفي اه هل العليمين تقدر تخلي العليمين تضربه مرتين تسوي شيء ثاني غير العليمين ايه هم تشلون يعني تقدر تسوي تنكشن لك العليمين غير فيه مادري الجديدة جاشتر تتوقع ممكن يسويه يعني يحطوا دسينسر هناشن يفرق ما بين كده كده هلش نقدرون سويلك رسم الجاشتر فاق سوي شاي مين سوي شاي فاهم لما يحطهم صح لمس باب لمس أنا عارف سوني سوى بتالهيجاز شاني بس مصافة تقصير يعني بس تصير تقرب بواجه لا خالها باللمس ما بها بتقرب لان شوية بتسوي كذب لا لان لو انه بس من بعيد من مصافة قريبة يعني كذب ما مشكلة بتسوي رياضة شعرك يتحرك أنا بلمس لا تتجيب التغنية خلاص خالها لمس وخلاص فك نفسك يعني ماي ما ماي ما دل يعني مقاومة ماي دلين من زمانهم فيه شعار فانك تطلع فاذا سوى ذلك كلها توقع مماعا خلاص منتازة وتطلع فاتوقع هذا الأشي كلها ما في شي جديد يقدر يسوونه فيه يعني الريدي انا اقدر يعني التغنية دي ما وصلت فيها السماعات الثاني الاندرويد يعني اني مثلا اقدر اشبك دي اخذها احنا بسماعتي صح تريد تشتغل اللايبات اقدر اعطي كذلك السماعة تشتغل اللايبات وتشتغل لك صوت انتفيديو في السماعة نفسها نفس البلوتوث البلوتوث واحد يقدر تشبك دي على الجهاز ويقدر تشبك على الجهاز ثاني انا كذر مرة يعني واحد من شباب طلع يكلم يكلم مهلا ذكرها خد السماعة دي اركبها العلبة خدتها خدت السماعة ثاني حسبني بس مع الصوت لا 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 لسنا خدتها حطيتها فتحت جوالي اشتغل بودكاست انا اسمعها نفس السماعة نفس البلوتوث اقدر تشبك على الجهازين يختلفون ان شاء الله الفين وخمسين بس ان شاء الله خاصة انا اتوقع اللي بيسونا يعني درايفر اكبر غناطيس ليش اكبر الصوت اقوى الصوت اقوى اوضح ما علينا من اذا بيسونا الديزوين يعني الديزوين كام الجديد بيغيرون كل شيء بتأكيد بيحطون شيء اكبر اوضح ما علينا من هلاش احنا بنميزة احنا نوصل حق الشخص انه بيسونا الشيء احنا ما علينا انه نقصها ونشوف اللي سوا فيه من الداخل بس سماعة صوت اقوى الصوت شو ما بيسونا بكيف فهمهم يعني مثلا يمكن يغيرون البلوتوث هل يقدرون يسوون نقل الصوت بالايردروب وش الايردروب بالطبطة الايردروب تغنية ما في افضل منها بالنسبة لي اهي بالنسبة لي بالنسبة لي ما ادري شيء ما بلوتوث يعني ما انا بيعرف كيف سواتها هذا البداية يعني 1 جيجا عندي احنا اقرب شي عندنا منكم اندرويد بين ما علي بس شوف اضغط عليها يطلع الايردروب هنا اضغط عليها امشي 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 ما ياخد 10 ثواني اقل من 10 ثواني وصلت وان قيجة فهذه الحركة بالنسبة لي ما بيتكلم عنها مواجد بس ان النسبة لي لو يكنسلون SD انا بالنسبة لي شاء الله SD في الابتوب بس لو تفتحون الايردروب ففي الكاميرا حقتي بدل من اشيل SD وحطها في الكيبيوتر اقدر انقل الايردروب منها لحق اللابتوب اوي جهاز هذا عالم الويرلس نفتح اتمنى بلتوث مع واي فاي مدري شلون بسوينها خلطة يعني حركة وبس اتوقع هذا كل شي وان شاء الله ايربودز تطور ونشوف الاشيال القدام الثانية بيشتوون كلها الاسود لازم نزلونهم عشان الناس تدين اللي بيعاطف لها الاسود توقع الكيس كده ولا كده لا ابل ما راح تغير الحركة يعني كده افضل ما كثير من الممكن ما بنصير كده حلو بشكل التصميم حق هانا عارف يعني ديزاين لازم تكون ابل خلاص اليربودز وبس في نهاية الفيديو لا تنسونا اشتراك بالغناة وانتظرون فيديوهات ثانية راح نكمل عن الساعة تالة الباقي لنا يعني الفيديو اللي بعد احين راح يكون ساعة تالة لما شوف الفيديوهات اللي قبل راح يشوف الفيديوهات القبل واجنين تحت شق لو الجرس اشتراك بالغناة ناشنال المقطع عملايك المقطع عطش تواجد والسلام عليكم